اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح أفاق التواصل معكم استمعين لاستقبال رأيكم ولحظاتكم اختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه نعام سواء كقطاع حكومي خاص ارسلوا لنا رسائلكم على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وكذلك موجودين لايف عبر حساب نور جبي على الإنستجرام في البداية نرحب بطاقم أو فريق العمل عندنا في الإعداد اليوم زميل يوسف سعد وعندنا في التنسيق ميرا لغفلي صباح شرلا بالخير ميرا وأيضا ناصر السليمي في الإخراج وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي عموما ما نبتدي معاكم حلقتنا اليوم بالخبر يعني اللي ممكن يهم كثير من الناس يقول يعد علاج جروح القدم التي تصيب المرضى من متلازمة قدم السكري من أكبر التحديات التي يعمل عليها العلماء ويعملون على تخطيها لأن أقدام المصابين بالسكري تفقد حساسيتها وهم أكثر عرضة للإصابات حتى أنهم لا يشعرون بها أحيانا لذلك ابتكر علماء شركة سيرن جوارب ذكية لمرض السكري مزودة بأجهزة السشعار دقيقة مثبتة في نسيجها وتراقب هذه الأجهزة باستمرار حرارة القدمين في ست نقاط حيث يشير ارتفاع درجة الحرارة في أي نقطة منها إلى بداية التهاب في الجسم يسبق تكون التقرحات وغيرها هذه الأجهزة ممكن أنها ترسل إشارات عبر تطبيق بلوتوث إلى تطبيق آخر خاص يثبتها المريض في هاتفه الذكي يعلم المريض فورا بوجود تقرح أو تقرح جديد بوجود يعني جرح أو تقرح جديد عشان شو؟ عشان يراجع الطبيب على طول وعند عدم توفر الهاتف الذكي لدى المريض يرسل الجهاز إشارة عبر صفارة انذار خاصة والخوش دلاغ هذا الصراحة يقول لك يشير مبتكرون جوارب الذكية إلى أنها قابلة للغسل لأن الأجهزة تصبح نشطة فقط عند ارتدائها مع العلم أن مدة خدمة البطارية في هذه الجوارب خمسة أشهر وتبلغ قيمة خمسة أزواج من هذه الجوارب حاليا 19 يعني 20 دولار أمريكي اختراع جميل نرى مدى إمكانية توفيره في هيئة الصحة مع دكتور علي السيد لأن إذا بالفعل هذا الاختراع مثل ما يقولون ومثل ما حطوه العلماء أعتقد أنه بيحل أزمة كبيرة لمرضى السكري ممكن أن يعطينا كذلك أدفانس أو مميزات متقدمة في الكشف عن أمراض القدم السكري والذكرنا أن هذه واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه مرضى السكري وأيضا تواجه الأطباء في هذا المجال فالله يشافي كل المرضى إن شاء الله وما يريكم باس أبدا في المواضيع اللي أنتو يعني تحسون بآلام منها أرقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة البارحة مستمعينا كان عرس التميز في حكومة دبي فكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الفائزين بأوسمة وجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في الدورة الواحد وعشرين طبعا في موظفين فازوا من هيئة الصحة نستعرض الموظفين واحد غير الثاني في حلقتنا اليوم سامحوني يعني أنا اليوم يعني بحاول أني أنا يعني أحتفل مع هاولا الموظفين المميزين لأن بالفعل الجواز اللي حصلوها يعني ما كانت جوائز شخصية على كثر ما هي جوائز للهيئة بداية الحلقة اليوم معانا الأخة فاطمة الأخة مونة لبلوشي الموظفة الإدارية في مركز المزهر التابع لهيئة الصحة بدبي فازت عن فئة الجندي المجهول فصبحت الله بالخير روي شي مونة طيب نحن يعني ما نراويكم مونة على الإنستغرام عندنا في نور دبي مونة أنت فست عن جائزة الجندي المجهول خبرين أول شي شو طبيعة عملت شو اللي تسوينا وكيف ترشحتي لهذه الجائزة وشو اللي تحسين وشو اللي تبغي تقولين بهذه المناسبة أول شي بسم الله الرحمن الرحيم وأقدم تحياتي لكم لتقاعة طاقم الإذاعة كامل وما أعرف كيف يعني أقول شعوري شو كان بس ما كانت أحلم في يوم اللي يوم أن أوصل لهذا المكان بس الحمد لله يعني الفضل يرجع لرب العالمين أن أوصلني لهذا المكان وإدارتي ومسؤوليني ومشرفيني وكل اللي ساهموا وياي وحاولوني يقدموني للناس يعني جميل شو طبيعة عملت مونة شو اللي تسوي أنا من أول ما التحقت لنا حينة ولا حاليا خبريني يقوليني أنت من بلجتي لنا الحينة أنا من أول ما التحقت في الهيئة التحقت في 93 فطبعاً كنت موظفة يعني عاملة تنظيف فحمد الله يعني نفس السنة قدمت عقب محو الأمية ما كنت دارسة من قبل فقدمت من أول محو درست وصلت لي صف الخامس ما قصروا المسؤولين والمدراء وهذا فرقوني خلوني من منظفة لمراسلة من مراسلة من رسبشن الحمد لله أحيني أشتغل كلارك ما شاء الله عليك كملت في الهيئة حين 24 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن إذن قصة جميلة قصة تدل على الإصرار نحو تحقيق الأهداف فيها معاني جميلة أنا سامحني شوي بتأخر في الفاصل ناصر لأنه أبغي أعطي مونة فترة أطول على أساس أنه بعد تكلمين عن التدرج هذا الوظيف اللي صار معاك مونة أنا جدا أحترم أصرارك وأحترم أنك أنت للأمانة وصلت لهذا المكان اللي أنت تستحقينا للأمانة تستحقينا فالفئة هذه بالتحديد فئات الجندي المجهول في جائزة تميز عندنا في دبي لداء الحكومة المتميز فئة كلكم ما شاء الله عليكم من كل الدوائر الحكومية عندكم قصص نجاح خبريني شو تبغي أن تقولين عن هذه الجائزة أول شيء أنها جائزة بالنسبة لي أنا مثل حلم مثل حلم والسام يعني صراحة أفتخر في طول عمري أول شيء أنه قبل شهر أنا كنت على منصة شيخ حمدان طول عمري إن زين واستلامت بعد نفس الشي شهادة منه الثاني شيء أمس يعني ويت كنت فخورة بنفسي ويت كنت فخورة بنفسي أن أنا وصلت هالمنصب اللي أنا وصلت بارحة كل الناس يحلمون أن يوصلون وأنا أتمنى أن كل الناس يوصلون إن شاء الله لهالمنصب وأشوفهم هناك يعني بس كون أنا أنا يعني ما كنت أحلم أن في يوم اللي يوم أحط إيدي بيد سحب السمو شيخ محمد بن راشد يعني هذا فخر كبير لي جميل أفتخر بهالشي ونحن فخورين فيت أنا حين الثالث مرة يكرموني مع الجنتي المجهول أول في قرية الابتكار مع علي حميد القطامي والثاني شيء شيء خمدان والأخير بارحة قان شيخ محمد بس فعلا أنا فخورة بنفسي طيب أنا مقدر يعني هذه مشاعر الفرحة دموع الفرحة أنت أنت يعني وصلتي إلى هذا المنصب بعد رحلة من الإصرار نحو تحقيق الهدف وهذا النموذج اللي نحن نبغيه هنا اليوم نحن نبغيت مستانسة مستانسة والله والله يعرف أن هذه دموع الفرحة لكن في نفس الوقت أبغي أعرف شو تبغي نقدمين نصيحة هل الناس تبغين تقولينهم على أساس أن يوصلون لهذه المراتب العليا؟ أبا أقول لهم أن في الدنيا إذا حد قدرت أو مثلا أعطوك اهتمام لازم تعطيهم أكثر عشان توصلون لهذا المكان هسنتي أنا عن نفسي أتشجع مستعدة قد اللي اشتغلت بعد أشتغل وعاطي بعد أوصل وبتوصلين إن شاء الله نحن يعني في النهاية مونة أبغي أقول لتشغلة أن نحن فخورين فيك و هيئة الصحة كذلك يعني الجائزة التي خذتها هي جائزة لهيئة الصحة لدبي قبل أن تكون لي مونة فيعطيك العافية ألا أتمنالك التوفيق الدائم لاحظت أنت هناك يعني تدرج في التكريم دخلت فيه تكريم أول من قبل معالي رئيس مجلس الإدارة حميد القطامي اللي دائما ما يسعى إلى تكريم المتميزين حقيقة في العديد من البرامج ثم تكرمتي من سيدي سمو الشيخ حمدام الراشد نعم حاكم دبي رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم يعني تم التتويج كذلك بالأمس من قبل جائزة برنامج دبي لأداء الحكومي المتميز في هذه الدورة فهذه رسالة كذلك أنا أضم صوتي لصوتك أن الإمارات هي بلد التميز ما فيه كبير وصغير الكل ممكن يتميز الكل ممكن يوصل بإصراره وجهده أيوه ويحاول أنه أنه يوصل يسعى للهدف اللي يبغي حطا أيوه فلما نقول هذا الكلام نحن أنت نموذج نفتخر فيه نتمنى لك التوفيق وهذه البداية دائما نحن نقول إن شاء الله إن شاء الله مونة يعني إن شاء الله أنا بحاول حتى كذلك في الأيام القادمة بعد كذلك أنه في المستقبل إن شاء الله نتابع معاك نشوف وين وصلتي شو سويتي مونة لبلوشي موظفة إدارية في مركز المزهر الصحي فايزة عن جائزة الجندي المجهول كل التوفيق لك ونبغي تجد دائما إن شاء الله مستانسة وقوية إن شاء الله شكرا لك يا مونة إن شاء الله مستانسة وآخر شيء أشكر سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد أنه ما قصر وقفوا إياهنا يعني وهذا وأشكر إدارتي والإدارة العامة أن وصلوني لهذا المكان وأشكر مسؤوليني ومشرفين علي وأتمنى لهم إن شاء الله أن يمكن السنة القادمة أتشوفهم مكاني إن شاء الله يا رب شوفوا يعني مستمعين هذه الروح الموجودة عند معظم الفايزين سبحانك يا رب إن دائما لما يتكلمون عن الفوز يتكلمون على أساس أنه فيه فريق كامل يشتغلوا معهم وهذه ميزة الموظف المتميز الموظف المتميز ما ينسب الفخر أو ينسب الإنجازات له بشخصة على كثير ما كان هناك فريق عمل كامل مونة في هنا لخة مونة السلام عليكم تحياتي لخة مونة وعلى هذه القصة المتميزة شنو هذا الفخر رحم الله رحم الله البطن اللي جابتك أثلتتي صدري هذا أمجد فيصل بعد ثلتها درسالة شكرا لكم شكرا لكم نطلع فاصل نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل ما تواصل معاكم في قصص النجاح شكرا لكمونة لبلوشي فاصل ورجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن متواصلين في هذه الحلقة الاحتفائية بالمميزين اللي فازوا من هيئة الصحة بدبي من خلال برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورة الحادية والعشرين واللي يعني توجت بحضور وتكريم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله يعني اللي ما يسعى دائما ما يشوف غير المركز الأول فالمركز الأول ما يتحقق إلا بجنود يؤمنون بأن المركز الأول هو مطلب وليس خيار فدائما ما يسعون إلى التمييز اليوم نحن سمعنا قصة الموظفة مونة البلوشي قصة ملهمة جدا كانت يعني أحيانا واحد يوم يشوف عمل بسيط أن تدرجت تدرجت في العمل ليه ما وصلت هذا المنصب وإن شاء الله يا رب توصل مناصب أعلى الحين ما ننتقل إلى المناصب العلية أنزين اللي في عندنا الفائزة بوسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإشرافي من خلال المؤسسات الكبيرة والجهات الكبيرة عندنا الأستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في صحة دبي أوشي صبحت الله بالخير أماني وألف مبروك الله يبارك بي صباح النور هالي مرحبا طبعا أنت طبقت مبادرات استراتيجية ذات تأثير كبير على الهيئة والجهة المعنية اللي نحن نتكلم عنها اللي هي هية الصحة وأيضا سمعة إمارة دبي في فترة وجيزة ما تتجاوز ثلاث سنوات نحن نتكلم عن مشاريع كبيرة ومن ضمنها مشروع سلامة خبرين أول شي قبل أن أدخل معاك في تفاصيل هذا المشروع قوليني شو إحساسك وانتي تكرمين من خلال هذه الجهزة عن هذه الفئة حقيقة يعني بالنسبة لي كان حلم وحلم أي موظف في حكومة دبي حصول على شهادة تقدير من سيدي صاحب السموشي مشارك حمد بن راشد المكتوب يعني هذا فخر وهذا كان حلم تحقق بالنسبة لي طبعا يعني قائدنا ملهم ولو أنت تقرأ كتب على سبيل المثال في ومضات الحكمة كاتب أن الموظف الحكومي مطالب بالإبداع فإذا نظر إلى وظيفته لأنه مجرد وظيفة روتينية فسيكون مجرد موظف ولكن ليه يخرج منه أفضل ما لديه في سبيل عمله ووطنه فواجب وطني لأي موظف أن يبدل أقصى جهده لحصول إلى مراكز والتطبيق أفضل للممارسات عشان نوصل للعالمية يعني هدفنا نحن في دبي وفي المارات عامة أن نوصل للعالمية فكان بالنسبة لي حلم والحمد لله تحقق جداً فخورين نحن أن هذا الحلم تحقق حين أبغي أتكلم عن التفاصيل أول شيء خلينا نتكلم عن أماني الجسمي اليوم أبغي أتناول بعض الجوانب الشخصية لأن الجانب الشخصي كذلك يؤثر بشكل كبير على الوصول إلى هذه المنصة لأن الإنسان معظم اللي يطلعون على هذه المنصة هم ناس إيجابيين متميزين شخصياتهم أصلاً شخصيات تكون مختلفة عن الموظفين العاديين مثل ما تذكرت أنه لازم واحد يكون موظف مبدع فخبرين عن أماني الجسمي يعني أنا مبشاط روايد عشان أتكلم عن نفسي في هالموضوع أنا مبوايد لكن باختصار أنا شخص أحب أني إذا دخل ماذا درستي؟ كيف تدرجتي؟ أهي أوكي أنا طبعاً أنا خريجة علوم حاسب ودائماً أنا أعتقد أن الإنسان لازم يعزز الخبرات بشهادات فدرست يعني درست شهادة في التقنيات ودرست شهادة الماجستير في العلوم الحاسب وماجستير في كولتي منجمد يعني الجودة وحضر حالياً الدكتوراه وبديت يعني بديت من مثل ما يقولون موظفة فنية اشتغلت في مجال فني يعني اشتغلت في بلدية في البداية في مجال كنت مشرفة أنظمة ثم تدرج كفريق رئيسة فريق ثم رئيسة شعبة ثم رئيسة قسم ثم انتقت إلى جامعة زالي اشتغلت مديرة إدارة بعدين انتقت إلى هيئة صحب تبي فتدرجت يعني مثل ما يقولون أنا خذيت السلم من البداية يعني ما كان عندي قفزات فتعلمت وهدفي كان في أي مكانه وأي وظيفة أني أعمل تغيير فالتغيير يعني للأفضل فلما يتهيئة صحب تبي من ثلاث سنوات طبعا كانت تحدي بالنسبة لنا نضع استراتيجية التحول الذكي ونبدأ مشاريع استراتيجية ومهمة على مستوى الامارة مثل ما انت ذكرت مشروع سلامة كان مشروع بديت فيه من أول يوم بمراجعة العقود وتوقيع العقد مع شركات الكبرية الشركات وعمل حوكمة للمشروع وبنية تحتية فنية وبدأنا الحمد لله المشروع وأطلقناه في وقته فكان هاي من إنجازات اللي الحمد لله عززت ملفي في الجائزة طيب الحين أبغي أعرف يعني الجائزة كيف ممكن تواجهين نصيحة للناس إنه ممكن يطلعون على المنصة في المستقبل شو المفروض الواحد يسوي عشان يكون متميز وإنه يكون مؤهل إنه يطلع على هذه المنصة أهم شيء إن إنسان يكون عنده رؤية لازم يكون لديك أي شخص يعني مش رؤية شخصية وثاني شيء إنه يضع له أهداف أنا في حياتي دائما يعني من يمكن من عشر سنوات أضع في بداية كل سنة هدف للسنة أهدافي تكون مختلفة تكون أهداف صحية أهداف اجتماعية أهداف عملية أهداف المياه وأضع أهداف وأحط عليه كي بي آي يعني مثل مؤشرات سمارت ففي نهاية السنة أقيم نفسي أنا بس لما أحط الهدف أحط آلية التحقيق فهذه منهجية أنا أمشي فيها في حياتي الشخصية حتى فالحمد لله كان من وعد أشياء حطيتها وتحققت فالحمد لله يعني هاي منهجية أنا في حياتي مشروع سلامة نموذج للمشاريع الناجحة وتطبيقه كان أصلاً يعني تحدي كبير وأنتم ما شاء الله عليكم نجحتوا فيه خبرين عن هذا المشروع بشكل سريع شو اللي صار فيه من بدايته طبعاً المشروع هو عبارة عن توحيد ملف يعني ملف الطبي الموحد إلكتروني على مستوى هيئة صحة بدبي طبعاً هل لما أنا استلمت المشروع كان هل مشروع كفكرة تقريباً من 2008-2009 لكن بالورعة الفكرة كان تحدي بالنسبة لنا إن كيف نبتدي أي شركات نختار كيف الآلية فخلال أول ستة شهر لما نتحق بالهيئة وضعتها الآلية والحمد لله يعني كان التحدي إن إحنا نيئة لدراسة العروض وطبعاً دراسة العروض وكان فيه فريق عمل يعني طبعاً أنا ما أقول إنه بس كان جهد ذاتي كان فريق عمل وكوننا فريق عمل من هيئة وعلى فكرة هيئة صحة بدبي فيها خبرات وفيها ناس أحسن من أماني بعد فإحنا اشتغلنا كله مع بعض ووضعنا الخارطة للطريق وبدأنا المشروع طبعاً المشروع كان على ثلاثة مراحل أطلقنا المرحلة الأولى في مستشفى راشد في إبريل شهر السنة اللطافة بعدها كان شهر ثمانية في مستشفى دبي وعيادات مختلفة وفي شهر دعشر كان مستشفى لطيفة وحتى وباقي العيادات فكان على ثلاثة مراحل وكان في نفس الوقت اللي حددناه من سنتين أنتوا حتى سبكتوا الوقت احنا احنا كنا متوقعين 2018 لكن قلنا اوكي يعني كان عندنا بلان اكريزيف بلان بلان إنه اكتوال بلان لكن مشينا على البلان الصعب والحمد لله أنجزنا يعطيكم العافية ألف مبروك يعني هذا التميز وأكيد تميز في محلة ختماني يعني كلمة خيرة تبغين تقولينا قبل لا أختم معات رحلة التميز مب يعني ما لها نهاية فإن شاء الله يعني أتمنى أن كثير من الأوسمة لهيئة الصحة سنة القادمة وإحنا في هيئة الصحة في بيئة محفزة جدا للإبداع وطبعا القيادة بقيادة معالم حميد القطامي مدير العام للهيئة ورئيس مجلس الإدارة يحفزنا دائما وهو كان من أكثر الناس صراحة دعموني في من أول ما أنا يعني ارتحقت بالهيئة فالشكر للجميع دائما في عقلات وتحديات لكن المتميز الذي يحول هذه التحديات إلى فرص فرص للتحسين دائما وهذه الفرص التحسين تقود الواحد للإنجازات فنتمنى لك التوفيق أستاذ أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي في عنا وائد مواضيع نبغي نتكلم فيها إن شاء الله في المستقبل نستضيفت معانا ما نتكلم عن المشاريع الجديدة ومن ضمنها أيضا في مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع نفذت فأنتوا إدارة حيوية متميزة جدا كل العاملين فيها للأمانة من الناس المتميزين نتمنى لكم التوفيق الدائم ويعني ما تفرقون منصات التكريم والتميز شكرا لك يا سادة أماني شكرا شكرا إذن رحلة التميز والاحتفاء بالمتميزين في حلقتنا اليوم استمر نحن ما نطلع فاصل بعد الفاصل عندنا واحد من الأطباء اللي وصلوا إلى العالمية منوه هذا الطبيب؟ شو سالفة التميز ماله؟ وكيف صعد على المنصة؟ كل هذه الأمور ما نتعرف عليها من بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دايما إذاعة نور دبي إذن متواصلين معكم في هذه الحلقة اللي ذكرنا في بداية أنها تكون حلقة احتفائية بالمتميزين الذين تم تكريمهم من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس وكانوا فاجزين بأوسمة وجوائز برنامج دبي للإداء الحكومي المتميز في الدورة الحادية والعشرين. طبعا كل شخص له قصة له رحلة في التميز نحن تعرفنا على قصة يعني كانت ملهمة من الأخت مونة البلوشي أيضا الأخت أماني وجسمي بعد استعرضت علينا خبراتها الشخصية وتجربتها وآلية العمل عندها على أساس أن توصل لهذا التميز وبعض النصايح اللي عطتنا إياها الحين ما توجه إلى القطاع الطبي في عندنا يعني واحد من الدكاترة المتميزين وهو يعني طبيب وصل للعالمية هو الدكتور فوزي الصفدي استشاري القلب في مستشفى دبي تابع لهذه الصحة في دبي فاز عن فئة وسام دبي للموظفين المبتكرين لابتكاره أربع تقنيات منها تقنية أو ربطة الصفدي الإنزلاقية هذه تم تسميتها باسمه عالميا بحكم أنه إذا واحد يبتكر شيء في الطب ترى يحطون اسمه على أساس أن يكون هذا الابتكار هو كان يسعى إلى تسميته بسم دبي ما نشوف حينه شو هو هذا الابتكار هذه التقنية قلنا الأولى من نوعها عالميا لترميم الصمام التاجي بداية دكتور يعني أنا بترك الحديث لك ما بحاول أقاطعك وايد أبغي أتكلم معاك عن شسمة هذه الرحلة التي توجت في الختام إلى منصة التتويج هذه فياليت تخبرنا دكتور شو إحساسك أنت وانت واصل إلى هذه المنصة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا مفضل كبير وأريد أن أعبر عن مدى سروري وتشريفي بالصعود على منصة كريمة قائدها سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد هذا شيء لم يكن أن أتصوره في البداية فحتى أن طريق أحد أصدقائي هو قام لي بطريق مؤثر كيف هو وصف لي الرحلة من لبنان وكان اللبنان يمر في حالة يعني حارجة وكيف خرجت من هذا المخاض ثم أتيت إلى دبي وكانت هي باب خير سبحانه وتعالى كان فتح علمي وشخصي الحمد لله وكان في احتضان كبير من هيئة الصحة وهذا الاحتضان يعني كان على يد أكثر من شخص في أكثر من مرحلة ولكن الجميع ينهلون من مشرب واحد وهي ثقافة دبي أنا أرى أنه في هذا المجتمع هناك الثقافة هذه الثقافة هي كيف ثقافة التمييز نعم التمييز يأتي أنا شخصيا شعرت أنه التمييز في تمييز المتمييزين أيضا صحيح فهذا تمييز استثنائي أن نستطيع أن نرى خير في الآخرين وكيف أنه كان هناك أصحاب أيدي بيضاء كثيرة في هذه المسيرة حقيقة يعني لا يجوز أن نبخس الناس أشياءهم فكان في دورنا مقيمين على المستشفى وفي حقيقة دور كبير في تهيئة الظروف جميل طيب دكتور يعني هي ثقافة تمييز ثقافة مجتمع تم يعني الارتقاب الفكر الموجود في دولة المرض بشكل عام ودبي على وجه التحديد أنه يجب أن تكون متميزا لا مجال أنك تكون متميزا الآن دكتور أنت يعني ابتكرت أربع تقنيات منها ربطة الصفدي الإنزلاقية هذه لما نتحدث عن هذا الابتكار اللي ابتكرته واللي وصلك إلى المنصة هذه نعم هو حياتنا الابتكار ليس إرهام وإنما هو يأتي نتيجة مخاض معين هو توفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن فيه شيء بيسمى تريجر يعني المحفظ له الابتكار فطبعا في عندنا الحاجة يعني الحاجة هي مشكلة قائمة هذه المشكلة إذا الإنسان ركز عليها فيستطيع أن يصير فيه عنده كريتيفتي يصير فيه عنده حاجة يعني إبداعية حتى يشوف كيف الوسيلة حتى يحل هذه المشكلة هذه بعض الأحيان تأتي يعني من حالة ردة فاعل ردة الفاعل بعضها حتى يكون يعني فيئة لها أساس شخصي فسبحان الله يعني وجدت نحن في هذه التقنية نتيجة ظروف هذه الأشياء شخصية تكرارها يعني ما الذي أخرج من عند في من داخل شو قال دكتور خلنا أخذه على عجالة نعم يعني بعض الأحيان تحدي العمل وظروف الصعبة قد تؤدي الإنسان إلى الابتكار والابتكار ويكون الابتكار هو نوع أما من المكافأة من الله سبحانه وتعالى وكنت تكون أيضا هي يعني صدمة عنيفة من صعوبات قد يتواجه الإنسان فيها في مهنته يعني يقولون دكتور أن أحيانا الابتكار يلد من رحم المعاناة أنا ما أميري هذه الجملة على كثر ما أنا أمير أن الإبداع والابتكار يكون نتيجة للعديد والإصرار نحو تحقيق الهدف أن في عديد من التجارب عديد من الأمور وصلتني أني أنا أوصل لهذا الابتكار أو الاختراب أنت شو رأيك هي كلاهما صح لأنه إذا بتشوف المواد الاستحلاكية هي ابتكارات تراكمية مثلا كيف تتطور كيف تتطور العمل المصانع هذه عملية اجتهادية لأنه قائمة على تأمل وعلى نتيجة الإنتاج بينما وجود الحلول المعضلة مثلا مشكلة من أربعين سنة قائمة يعني هيدي ما فيك تجي تقعد تعملها دراسة راكمية هيدي بدأنا بد من نفحها هيدي حقيقة بدأ نفحها هي تجي هيك فكرة أنا مذكر لما أجدت فكرة ما قدرت نمت يعني عندي كان غير بيضاء كنت قاعد في قاعة موجود فيها أثنين من كبار جراحيين العالم موجودين وكي وكنا نستمع وحتى كمان في عنا بس مباشرة من رفت العمليات وكان عنا ياه اعتيادي جدا أن يعتذر الجراح في مبثل مباشر أنه فشلت عملية الترميم فرابد من إعادتها فكان نوع من يعني الأمر الواقع أنه من أربعين سنة وفي هناك المحاولات وفي فلك واحد سبحان الله حتى سبحان الله أنا وجالس يعني وكنت في ما رأي حياتنا كمانة في حالة يعني شوي صعبة شخصية شخصية فأجتني الفكرة حيئة واستوحيتها من عقدة هي عملية كيف نستطيع أن نصل إلى القياس العقدة مات التاي الكرفتة سبحان الله كانت الموضوع استخفى به كثير 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 من الناس استخفوا به حتى أكدت يعني أنا ما أفهمها عقدة الفكرة وأنا كنت شايف فيها شي جينيس يعني أنا ما أشوفها بس كرفت الدكتور يعني مبارح كانت اليوم يعني الابتكار لابد أن يكون إنه عدة أوجه فحيثا يعني يتكلم الإنسان عن الابتكار من الموقع اللي هو موجود فيه ومن الظرف اللي موجود فيها فهي كان تجربتي مع واحدة من الابتكارات أما أنا موافق أنه بقيت الأشياء تجي عن طريق التراكم ومن طريق تبادل الخبرات جميل دكتور يعني الهيئة يعني دائما ما تألو جهدا أنه يتكرم المتميزين فإنجاز عالمي تم تحقيقه من خلال عمليات ترميم الصمام التاجي في مشكلات كثيرة يعني بدنا نتجنبها من خلال هذه التقنية نحن نهنيك يعني على هذه الفكرة ولكن الآن أريد أن أتكلم عن الثقافة العامة للتميز يا ترى كيف يمكن للشخص أن يكون مبتكر ومبدع ومتميز هذه ما بتكون نتيجة يعني الإلهام أو الصدفة هو التعرض يعني أبد من أن يتعرض إلى المشكلة القائمة يعني ما في إبداع إذا ما في تعرض إلى المشكلة والتعرض إلى أي مشكلة في العمل ممكن أن نحن كلنا نتعرض لمشاكل الدكتور نعم وكلنا تكون عندنا تحديات وكذا ولكن من المتميز منه؟ هذا التعرض ليس بمعنى أن الإنسان يعني أصدي عندما يصادف إنسان مشكلة يعني عندما تكون هناك مشكلة من هنا تأتي حاجة الإبتكرار وحتى الإنسان يجب موضوعين أساسيا أي أنه يكون عنده يأس يعني أن لا يأس الصبر يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الاجتهاد ويحتاج إلى تراكم العلوم في هذا المجال هذا يعني لا يمكن الإنسان يبدع فيه شيء إذا كان يجهل أصول هذا العلم فالاجتهاد وتحصيل العلوم في العلوم البايزيك يعني ومن ثم يأتي الإبداع بإذن الله دكتور أنت ذكرت أن يعني الرحلة إلى دبي كانت رحلة مريئة بالمعاناة والوصول إلى مجتمع يقدر التمييز يقدر الابتكار ويسعى دائما إلى توفير البيئة المناسبة للمبتكرين هذا اللي ذكرتها أبغي تكلم عن هيئة الصحة بشكل عام وشو اللي شفت من أمور ساعدات كنت توصل لهذه الابتكارات هيئة الصحة يعني هيئة مؤسسة كبيرة قائمة على أسس علمية وقائمة هي مؤسسة فمؤسسات يعني هي عندها عندها تنظيم هرمي عند بنيا ومعنسان يدخل بها بنيا يعني هي مدى كأنه يعني هو موجود في بستان يجب أن يعرف كيف يختار فكله هو قريب وأنا بسميه من السهل الممتن على أي شخص فلو كان إنسان عنده رؤية معينة يستطيع أن يستفيد من هذه البيئة الحاضنة حتى لو كان في بعض الشوائب في وجه صحيح ما في شيء كامل كمان للغاية سبحانه وتعالى ممية بالمية ولكن أنا أصد أنه يجب أن نعرف على الطريقة الإبنالية من أنه تؤكد كتف يعني يجب أن يكون في عنده كمين كاريزمة معينة حتى يستقطب هالناس اللي حوالي في المؤسسة ويدفعون أنه حتى يؤمنوا فيه ويؤمنوا بأفكاره يعني طيب نحن ذكرنا دكتور أن أنت عندك أربع ابتكارات نعم لأربع تقنيات نحن تحدثنا عن تقنية واحدة هي ربطة الصفة دي لانزاغ نعم إن شاء الله اسمها تقنية دبي لأنه إن شاء الله في صدد توفيقها بإسم الحقيقة لأنه أنا أرى أن الأسماء الشخصية مع الزمن بتزول ولكن من باب أولى أن تكون بإسم دبي لأن دبي أبقى الله هذا كرم أخلاق لا لا هذا ليس كرم أبسل هذا واجب هذا واجب أنا أكاد أقول فرض على أي إنسان ينتمي لهذه المجتمعات أن يعي المسؤولية أحسنت فأنا هذا في الدنيا والآخرة أحسنت يعني هذه بتصير اسمها إن شاء الله ربطة دبي الإنزلاقية نعم نعم إن شاء الله يا رب هذا أكيد إن شاء الله تعالى إن شاء الله في فانكوفر سيكون اسمها إن شاء الله عندما أذهب إلى كندا في جون في حزيرة نقادم أنه هذه التقنية بتعلنها بيسم ربطة دبي الإنزلاقية نعم نعم جميل ابتكار جديد يضافي إلى إمارة دبي نعم هذا شرف كبير شو الابتكارات التقنيات الثانية في عندي في زراع مكتوم الجراحي الآلي هو زراع آلي هو يكون يعني أساس مجموعة مجموعة أدوات جراحية مجددة هي بديلة عن روبوتيك بطرق مبسطة جدا 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 فهي عبارة عن ستند هذا الزراع يساعد الجراح ويكون بديل عن المساعد بشكل أنه هذا الزراع الجراحي ذراع مكتوم آلي الجراحي يعمل على طريق هيدرون ليس متى ذراع مكتوم في أرض من هناك أعطيني الله سأعندك أجمل من هناك أسابة أعطيني جميل جميل الاختراع الثالث دكتور الاختراع الثالث هو توسحة الصمام قاعدة الصمام من أبهر حتى يعني عندما تضيق في الصمام من أبهر قد يحطن أكثر من مستوى لأنه مخرج الصمام فيه عنده مخرج سفلي ومخرج عملي جميل الاختراع الرابع الاختراع الرابع هو أجهزة محاكات جراحية لتدريب الجراحين الجدد بإذنك جميل دكتور يعني نحن وصلنا لختام حلقتنا لكن أبغي أخذ من عندك كلمة أخيرة نصيحة شيء تبغي توجهها للمجتمع كمحور أنا يمكن نسيت تتكلم عنه باختصار في ثلاثين ثانين الثقة بالله الأخلاص ثم الأخلاص ثم الأخلاص أحسن دكتور نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ونحن كلنا ثقة يعني أن لكل مجتهد نصيب وأيضا البيئة الحاضنة دائما ما تكون هي أيضا تسهل وتساعد المبدع والمبتكر على الإنتاج دكتور فوزي الصفدي طبعا استشاري القلب في مستشفى دبي وأحد المبتكرين والفائزين عن وسام دبي للموظفين والمبتكرين تحدثنا بشكل سريع إن شاء الله في يوم الأيام نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذه الابتكارات نتمنى لك التوفيق شكرا دكتور شكرا لك يا ميرا الأخفري كانت معنا في التنسيق شكرا لي ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة ويعني مبتكرين وإن شاء الله يكونون في العديد من الشخصيات المميزة نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي